أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتركيبة جديدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة هشرح لكم طريقة عمل كريم البوكتشول أو ما يسمى كريم الرتونول الطبيعي لترتيب والعناية لكل أنواع البشرة في فيديو النهاردة هيتم شرح فوائد الكريم طريقة استعماله التركيبة وطريقة التصنيع وفي النهاية طبعا سؤال للحلقة في البداية يجب أن نعرف ايه هي فوائد كريم البوكتشول للبشرة هو بيعمل على ترتيب البشرة، تفتيح البشرة وعلاجة الصبوات تجديد خلايا البشرة وإدفاء نظارة للبشرة بالإضافة طبعا لوقاية البشرة من تجاعيد المبكرة وتقليل زهوء التجاعيد الدقيقة وعلاجها وطريقة الاستخدام بيستخدم مروتين في اليوم مرة صباحا ومرة مساء على بشرة طبعا جفة ونظيفة إذن فما هي طريقة عمل كريم البوكتشول لكل أنواع البشرة هنحتاج 140 جرام من الماء المقطر 10 جرام من الجليسرين 16 جرام من الشمع المستحلب 20 جرام من زيت دوار الشمس ممكن استبداله بأي زيت خفيف آخر مناسب للبشرة وطبعا من المهم أنه يكون ما بيستدش المسام ولا يسبب حبوب للبشرة هنحتاج كمان 4 جرام من البنتنول 6 جرام من البكتشول أويل وده هو الكي إنجريدينت في المنتج بتاعنا النهاردة ويتم إن شاء الله شرح فيديو خاص به من ضمن كورس أسيات التصنيع هنحتاج كمان 2 جرام من الفيتامين إي و2 جرام من المادة الحفظة طريقة التصنيع أول خطوة هي غسل وتكفيف وتعقيم كل أدوات التصنيع أبوات التعباءة وكمان هنعقم السطح اللي احنا هنبدأ نصنع عليه هنرتدي كمامة وجوان تطبي بالإضافة طبعا إلى تغطية الشعر وهنوزن المواد الفعالة هنجيب اتنين بيكر للتنين يكونوا جافين ومعقمين جيدا هنحط في البيكر الأول الماء المقطر ونضيف للجلسرين ونقلب كويس جدا في البيكر الثاني هنضع فيه الشمع المستحلب وزيد بزور العنم أو ممكن يستخدم زيد تدور الشمس أو زيد اللوز الحلو بعد كده لازم نغطي البيكرين بفايل بعد كده بنحط البيكرين على حمام مائي على درجة حرارة مخفضة لحد ما يدوب الشمع المستحلب بعد دوبان الشمع المستحلب بنشيل البيكرين من على الحمام المائي وبنصب محتويات البيكر المائي على محتويات بيكر الشمع والزيد وهنا بقى بيبدأ السحر بنجد إن الخليط لونه بيبقى أبيض شمع الحليب شوية نبدأ نستخدم الهند بلندر عشان نخط الكريم كويس جدا وبنجد قاومه بيبدأ يتقل وبيصبح كريمي حد ما تنخفت درجة الحرارة وهنا بنبدأ نضيف زيت الباكوتشيول وبنخلط كويس جدا بعد كده بنبدأ نضيف البنتينول وبنخلط مرة تانية والفيتامي اي ونخلط مرة تانية ثلما بنضيف المادة الحفظة وبنخلط كويس جدا وبكده يبقى كريم الباكوتشيول أو كريم الريتينول الطبيعي جاهز للتعباء ودلوقتي نبدأ تعباءة المنتج بتاعنا في العبوات الجفة المعقمة وما ينساش طبعا ان احنا نلزق الاستيكر بتاعنا على العبوات اه ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا بجرس عشان توصلكوا التركيبات جيدة اول باول ودلوقتي معاد سؤال الحلقة ليه من المهم جدا ان احنا نغسل عبوات التعباءة ونجففها ونعقمها رغم ان هي جاية من مصنع مقفولة ومفهود ان هي نظيفة وان شاء الله الكومنتات الصحيحة والتعليقات الصحيحة ستمنشروا ان شاء الله في التركيبة القادمة لو حابين تتابعوني على السوشيال ميديا هتجدوا لينكات تحت فيه صندوق الوصف دمتم بخير وحال وحفظ الله احبائكم من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته